حتى يتبين لهم أنه الحق أيها الأحبة أنا دعوني فقط أبدأ بقراءة هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب بالفعل يبين لنا واقعنا المعاصر حيث إن المؤمن التقي تجده مبتلا بل شديد البلاء في هذا العصر على عكس كثير من أصحاب النفوذ والأموال والسلطة والشهرة والمشاهر الذين امتلأت قلوبهم حقدا على الفقراء وبخاصة على المؤمنين والحقيقة يعني لم أكن أجد تفسيرا منطقيا لهذا الأمر إلا أن السعادة الظاهرية تكون لمن يتصف باللؤم والخصة اليوم والغدر مع العالم أن السعادة الحقيقية هي للمؤمن أحبتي في الله دقيقوا معي هذا الحديث الذي أنبأ به حبيبكم عليه الصلاة والسلام عن الشراط الساعة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث رواه الترمذي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس أو أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع شيء غريب يعني في اللغة العربية أيها الأحبة عندما نتأمل الجذر اللغوي لكع حتى تركيب الحروف تشعر أنه شاذ يعني تركيبة الحروف غير مألوفة بالنسبة للدماغ تقول معاجم اللغة إن هذا اللكع هو الدني والخسيس الذي يتصف بالغدر والكذب والخيانة واللؤم طيب سبحان الله يعني اليوم اليوم أيها الأحبة دعوني فقط أتوقف مع هذا التعبير النبوي لكع ابن لكع طيب هذا هو السعيد اليوم بالدنيا نعم انظروا انظروا إلى مثلا الذي يحب فعل الخيرات كم يعاني يعاني كثيرا الذي يحب أن يساعد الناس كم يعاني الذي يحب أن يقدم خدمات مجانية للناس يعاني كثيرا مجتمع من حوله مليء بالكذب مليء بالظلم مليء بالاحتيال مليء بالنميمة كيف يعيش هذا الإنسان الطيب مع مجتمع كهذا لذلك في ظل هذا المجتمع ما الذي يحدث أيها الأحبة أقول لكم الذي يحدث أن الأكثر لؤما وتسلطا هو الذي يصبح أكثر الناس سعادة بالدنيا لديه وسائل المال ولديه وسائل المتعة والرفاهية طبعا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بأي شيء بالدنيا وليس بالآخرة المؤمن لا يفرح بالدنيا المؤمن الحقيقي يفرح بشيء أيها الأحبة أنا متى أفرح متى أكون سعيدا عندما أستشعر فضل الله علي عندما أرى إنسان أعمى أقول الحمد لله أشعر بسعادة وفرح وأحمد الله أنه أعطاني نعمة البصر عندما أشاهد إنسان لا يسمع أقول الحمد لله أنه أعطاني نعمة السمع عندما أرى إنسان مريض يعاني من مشاكل وأنا أتمتع بصحة جيدة أحمد الله هذا فضل فضل من الله سبحانه وتعالى وأفرح أيضا برحمة الله عندما أكون في موقف صعب والله ينجيني منه أفرح بهذا الموقف عندما أقف بين يدي الله لأصلي وأتذكر لقاء الله أعلم أن هذا قمة الرحمة من الله عز وجل أنه اختارني لكي أكون إنسانا صالحا واقفا بين يديه يحلم بلقاء ربه بينما كان من الممكن أن يأتي الشيطان فيضلني وأذهب إلى اللهو والعبث وأتخذ ديني لهوا ولعبا لذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينساهم يوم القيامة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا إذن كل إنسان يلهو في هذه الدنيا سينساه الله طبقا للقانون القرآني الذي يقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ويقول قبل ذلك من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا كل حياته عبارة عن أموال بريق عبارة عن حب للدنيا لذلك أيها الأحبة هذا الفيروس الذي يضرب العالم اليوم كشف لنا حقيقة مهمة كشف لنا كم نحن متعلقون بالدنيا على حساب الآخرة كشف لنا كم نحن تافهون كم نحن جبناء كم نحن نكره لقاء الله كم نحن ليس لدينا يقين بأن الله تبارك وتعالى كتب لحظة الموت على كل إنسان في توقيت محدد وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ليس عندنا يقين بهذه الآية ليس عندنا حب للقاء الله الله تبارك وتعالى ماذا يقول أحبة في الله افتحوا ونقولكم معي قليلا تخيل أن الله يخاطبك الآن أنا أريدك الآن أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى يخاطبك أنت شخصيا لا تسمع القرآن وكأنه موجه لأشخاص يعيشون في المريخ أو لأشخاص في عهد الصحابة لا الآية هذه موجهة لك أنت شخصيا يقول لك الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت الموت هو أول خطوة على طريق لقاء الله سبحانه وتعالى كيف ستلقى الله لن تلقى الله وأنت في الدنيا لابد من الموت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله غني عنك وعني وعن الدنيا كلها أنت عندما تعمل الخير تعمله لنفسك عندما تساعد المحتاجين إنما لنفسك هذا العمل عندما تبر والديك هذا العمل لنفسك ليس لأبويك وليس لله هو لنفسك ستجده عند الله سبحانه وتعالى عندما تجد إنسانا فقيرا يتدور جوعا فتحاول أن تواسيه بكلمة طيبة تعطيه لقما يأكلها وهذا العمل وغيره ستجده في قبرك وتجده يوم لقائلة هذا هو الجهاد أيها الأحباب هذه الآية التي قرأتها الآن من مقدمة سورة العنكبوت المكية التي نزلت بمكة لم يكن هناك جهاد في مكة أصلا أقصد جهاد السيف كان الجهاد الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكلمة وجهاد أن تكسب لقمة حلال وتطعم أولادك هذا الجهاد أن تكون صادقا مع الناس هذا الجهاد اليوم الصدق صعب جدا على فكرة أن تكون صادقا في تجارتك هذا نوع من أنواع الجهاد العالي جدا أن تكون صادقا مع الناس أيضا هذا الجهاد أن تطبق تعاليم القرآن وبخاصة في هذا العصر هذا الجهاد أيضا لذلك عندما نزل الجهاد أول مرة على النبي قال الله له في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا جهادا كبيرا تصوروا أن أول آية تتحدث عن الجهاد جاءت في مكة في أوائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكانت تصف هذا الجهاد بالكبير لماذا؟ لأن الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس أولا جهاد الصبر جهاد الدعوة إلى الله جهاد تبليغ المعلومة للآخرين إذن أنت اليوم عندما ترى الكثير من الناس اسمهم لكع ابن لكع تجد الكثير اليوم للأسف يعني أنظر إلى كثير من المشاهير تجدهم سعداء بالدنيا مع العلم أنهم حقيقة ليسوا سعداء بالقاء إلا يخافون الموت جدا أيها الأحبة الإنسان كلما تعلق بهذه الدنيا أكثر كره الموت وخاف منه أكثر لذلك المتعلق بالدنيا يكره الموت ويكره لقاء الله لحظة الموت أيها الأحبة أكثر شيء صعب على غير المؤمن هي لحظة الموت وهي أسوأ مرحلة في حياتي لذلك قال النبي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا ليس بالآخرة بالدنيا أما في الآخرة السعيد هو من دخل الجنة إذن هذا النبي كيف علم بهذه الحقيقة أنا أود أن أتساءل من الذي أنبأه بأنه سيأتي زمان على هذه الأمة يبرز فيها إنساء الناس ذوي البخل واللؤم والخسة والغدر وهذه الصفات السيئة كلها تجدها بالفعل ليس في كل الناس طبعا إنما في نسبة لا بأس بها نسبة كبيرة إذن هذه علامة مهمة عندما ندركها ينبغي أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير ويريد أن ينبهنا لاقتراب يوم القيامة موسيقى